السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الثلاثاء الثامن من شهر ديسامبا 2020 يوجد خبر عاجل لسكان مقاطعة زاكسن الخبر الذي سوف أقوله لكم الآن يهم فقط سكان مقاطعة زاكسن بشرق ألمانيا زاكسن فيها مدينة دريسدن، مدينة ليبسيش، ومدينة كيمنيتز رئيس حكومة مقاطعة زاكسن يعلن أصدقائي على الغلق الكامل بداية من يوم 14-12-2020 بداية من يوم الاثنين المقبل في مقاطعة زاكسن سوف يغلق كل شيء سوف تغلق المدارس، سوف يغلق رود الأطفال، وستغلق أيضا المحلات أصدقائي في مقاطعة زاكسن فقط سوف يبقى السوبر ماركت مفتوح والصيدليات مفتوحة وبعض المحلات الضرورية مثل الدرغيغي ومحطات الوقود أما كل شيء سوف يغلق وسوف تدخل مقاطعة زاكسن إلى الحجر الصحي من يوم 14-12-2020 إلى يوم 10-1-2021 ستتم أيضا مراقبة الحدود مع دولة التشيك كي لا يقوم الناس بالدهاب إلى التشيك من أجل عمل التسوق هناك أو الدهاب للمحلات في التشيك إذن أصدقائي هذه هي أول مقاطعة ألمانية تعلن على الغلق الكامل والشامل بالمقاطعة سوف يسمح بطبيعة الحال لسكان زاكسن الذهاب إلى العمل والرجوع فقط لكن المولات كل شيء سوف يغلق المدارس سوف تغلق روض الأطفال سوف يغلق إذن مقاطعة زاكسن هي أول مقاطعة تعلن هذا الأمر هل سوف تتبعها مقاطعات أخرى وتمشي على خطتها هذا ما سوف نعرفه أصدقائي وانشروا هذا الخبر لسكان زاكسن كي يعرفوا هذا الخبر وهل تتمنون أيضا أن هذا الأمر يكون أيضا في مقاطعتكم أحكوا لنا وأخبرون أصدقائي كيف هو الحال في مقاطعتكم وماذا تتمنون بالنسبة لي أنا أصدقائي أعيش في مقاطعة بادن فيوتنبرغ الحالات عندنا في بادن فيوتنبرغ منتشرة يعني مرتفعة بشكل كبير ازدحام مروري كبير ازدحام أيضا في السوبر ماركت ازدحام في المحلات ازدحام في المواصلات الوضع هنا أيضا للأسف هل سوف تتبع أيضا بادن فيوتنبرغ وتعمل مثل هذه القوانين لا نعرف أصدقائي الأمر شيئا ما مستبعد لكن زاكسن تفعلها كأول مقاطعة وتغلق كل شيء كأول مقاطعة أصدقائي الوضع في ألمانيا مختلف شمال ألمانيا لا يوجد حالات قليلة للغاية شرق ألمانيا شيئا ما وغرب ألمانيا وجنوبها الحالات مرتفعة للغاية والوضع بدأ يخرج عن السيطرة إذن زاكسن تفعلها فمن سوف يتبعها شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء